من هنا تبدأ استعداداتهم لعرض مميز في هذه الساحة بمدينة كادوغلي في ولاية جنوب كردوفان حيث جاء المتصارعون من كل مناطق جبال النوبة لرسم صورة ترى كل مكونات هذا المجتمع أنها جزء منها المصارعة أو كما يسميها أهل المنطقة الصراع تراث قديم يعبر عن القوة والشجاعة وعن تعدد القبائل والعشائر المصارعة حققت لنا أهداف كثيرة جدا جدا يمكن الولايات كانت متصارعة فيها ضرب فيها زخيرة فيها موت حسي حاليا الناس اللي شايفينهم بعينكم ديل الناس مشتركين كلهم هما الاثنين موجودين نوبة عرب موجودين هما الاثنين حسي حاليا موجودين المصارعون في الميدان لهم أهداف يرون أن هذا الإرث يحققها ويعبر عن طموحات إنسان المنطقة الصراع هذا تراث نينما منخ لي وصراع هذا في النهاية نين دارين السلام ودارين شغل حقق لنا السلام بس في جنو كردوفان دور المرأة حاضر بالتجيع والغناء والرقص وبث الحماسة بين المتنافسين المصارعة هنا في كادوغلي تعبر عن إرث وتقافة كبيرة جدا هم فرحين الآن بعرض هذه الثقافة وهذا التراث يستمر التعبير عن الفرح بعرض تراث قديم يتعلق بالرقص ويخصص لأيام الزواج النحاس آلة إقاعية تطرق بطريقة معينة ولمناسبات متعددة تستنفر هذه الآلة الناس لحدث معين يطرق النهاز في وفاة أحد أبناء المكر من الزكور بالتحديد ويطرق النهاز في المناسبات العامة التي تخص الدولة التراث الشعبي في جبال النوبة يعبر عن ثقافة عريقة ويسعى المجتمع للمحافظة عليها وتحقيق السلام من خلالها سالم الهاشمي العربية